سيد الرئيسة، يود وفد بلادي أن يعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في مجال نزل الغام والجهود الأممية التي بذلت في تحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة من 2019 إلى 2023 وفي سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية ومما ينسج من تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وترى بلادي أهمية الإدراج الصريح للإشارات إلى الإجراءات المتعلقة بالألغام في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام وفي تدابير حالات ما بعد الصراع بين الأطراف المعنية وتشير إلى أهمية إدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام في المناقشات التي تقودها الدول الأعظام بشأن خطة سلام جديدة السيد الرئيسة يخوض مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ اليوم الأول لعمله في أراضي الجمهورية اليمنية الشقيقة في يونيو 2018 سباقا مع الزمن ويواجه تحديات على مدار الساعة لإزالة الألغام في مختلف المحافظات والمديريات والتي يأتي في مقدمتها غياب الخرائط واستمرار زراعة الألغام بطريقة عشوائية حول دور العبادة والمدارس والطرق ومداخل القرى والمزارع ومناطق الرعي كما تمكن المشروع خلال سبتمبر 2023 من نزع 2946 دخيرة غير منفجرة و373 لغما مضادا للدبابات بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال الشهر نفسه حوالي 816.77 متر مربعا من الأراضي اليمنية ليصل إجمال ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع مسام نهاية يونيو 2018 حتى اليوم حوالي 417.000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في حين إجمالي المساحة المطهرة المطهرة يفوق 50 مليون متر مربعا وخلال هذه المهمة الإنسانية فقد 33 شهيدا من طاقم الفريق بينهم خبراء خمسة أجانب حيث قدم هؤلاء الأبطال أرواحهم في سبيل إنقاذ الشعب اليمني من فخاخ الموت وتواصل فرق مسامة الهندسية بكل عزم وأسرار أعمالها الإنسانية الهادفة إلى إنقاذ الإنسان اليمني وتطهير أرضه من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة السيد الرئيسة إن مشروع مسام ليس سوى واحد من جملة المشروعات والمبادرات التي تقدمها المملكة لليمن لرفع المعاناة عن هذا الشعب الذي عانى الأمرين ولعل مراكز الأطراف الصناعية المنشأة في مأرب وعدن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشكل أملا للذين فقدوا أطرافهم خاصة النساء والأطفال الذين يمثلون أغلب الضحايا فقد قامت المراكز بتوفير العلاج والتأهيل اللازم لألاف المصابين هذا علاوة على تكفه المركز الملك سلمان للإغاثة باستسديد تكاليف علاج عدد من الحالات بالمراكز الطبية العامة والخاصة باليمن وداخل المملكة السيد الرئيسة في الختام أود التأكيد على أهمية المسؤولية الدولية والإنسانية للمساعدة في تطهير الألغام وستواصل المملكة العربية السعودية جهودها في هذا الشأن والتأكيد أيضا على أهمية تذكير الجهات التي زرعت الألغام بمسؤوليتها تجاه تطهيرها وتقديم الخرائط المتوفرة لديها ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الإطار وشكرا سيد الرئيس شكرا شكرا